تزمامارت تزمامارت الذي كان في سبعينيات القرن الماضي مسرحا للتعذيب والموت السيدة عائشة زوجة احد المعتقلين سابقا تتذكر سنوات المعانات التي عشتها رفقة اسرتها في هذه القرية الصغيرة عندما اعتقل زوجي لم اكن اعرف ما سيره عانيت لمدة عامين قبل ان يظهر فجأة سنة 1973 حيث اعتقل مرة ثانية تاركا ورأه اربعة اولاد تكلفت بتربيتهم قافلة الجمعية المغربية لاعادة تأهل ضحايا التعذيب كسرت من هدوء القرية في زيارتنا صباح اليوم تم خلالها الترحم على اروح المتوفين داخل زناز المعتقلة في مبادرة تضامنية مع احوال هذه القرية جابر ذرا الحقيقي اولا المجموعة تزمامارت ثانيا للقرية تزمامارت لعرفات كذلك حصار لمدة اكثر من 30 سنة وهذه مناسبة للمغربة يؤكد مسائد دولة الحق والقانون وهو لكل حقين حقا يعني جابر ذرا الحقيقي في الحقيقة كل ما انجز في تزمامارتها مخيب للامل هيئة الانصاف المصالحة وعدت وقامت بتوصيات ولكن هذه التوصيات لم تطبق والناس كما رأيتم هذا الصباح كانوا يشتكون ويتألمون من التهميش والإقصاء وقد تميزت هذه الزيارة بتنظيم وقفة رمزية للمطالبة بكشف الحقيقة حول المختطفين مجهولية المصيرة كما تمت مناشدة الدولات من أجل جبر الضرر الجماعية لهذه القرية